ما بين حلويات تغليدية وأخرى تزخرفت وتزينت بنكهات العصر تغيرت عادات وتبدلت لكن مظاهر العيد ورقم اختلافها احتفظت بطابع فريد يتسم بالتلاحم بين كافة أفراد المجتمع الكويتي وارتباط لا ينقطع أيام أول كان حلوة أيام ولا تعوض أيام طيبة أول أيام مثل ما تقول كان ما في مثل ما تقول كهرباء والحين فيه أكو أسواق وتطور كان تحس في العيد يعني أن العيد يمر عليك ساعات حلو الحين ما شاء الله تدري بعد مجمعات أول نقعد نطبخ المهمار والمتابير ويفرشون هالحصران بالسكاس طولها وتيمعون الييران وكل من اللي تذوق من هذا ومن هذا وش حلوهم واللي سووا الشاي والقهوة عادة الأيام العيد قبل كان ما في سيارات واجد عارفت والناس كانت تواصل واجد بعدين الأيام العيد قبل أسبوع مظاهر متعددة اعتاد الكويتيون على الاحتفال بها ففرحة العيدية لدى الأطفال تظل محتفظة بنكهتها الخاصة كانت العيدية بسيطة يعني هذه الخمسين فين سلمة فلس تمام كنا نطير من الفرحة وكان حتى لو نروح نعايد جيراننا العادة مهي موجودة تلاحظ انت حتى برمضان قبل الصواني الجار تعرف العائلة الكريمة كلها تتناقل ومن بين القديم والحديث يظل للعيد في الكويت طعم خاص ممزوج بأجواء عائلية ومجتمعية يلتم فيها شمل الأهل والجيران والأصدقاء في جلسة تجسد البيت الكويتية وتنشر السعادة والبهجة في نفوس الجميع لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي